إذا ما بعد ما شفنا كيف نديره الكرياتيون و بالنسبة الكرياتيور بجير واحد الفيشي في واحد الفيشي إذا بغضي ندزول الريدين أو لا الالكتور نفس الكود غضي بقى عنا كيف ما هو ما غضي يتغير تش حاجة كيف شفتو بالنسبة للفيديو اللي فات الناس لي ما كانوش معنا في فيديو اللي فات كي شفتو في هذا الفيديو عنا واحد الفيشي تاكست اللي اسميتوه له بوانتكست اللي في هاد الرقم هذا و عنا هاد الكود هذا اللي هو في الكرياتيون ديال الفايل فيه الوفيرتير باش ننرجطره واحد الفيشي اسميته له بوانتكست اللي هنا يستعملنا المود بالطبع ديال الو اللي هو الرايتين هنا يقدرنا واحد البارياب اللي غادي نستوكيه في واحد الفالور اللي غادي يدخلها لاتيزاتور إذا ما فهمتوش هاد الكود ممكن أنكم ترجعوا للفيديو اللي فات وغادي تفهموا مزيلا ألا وغادي نمشي دابا وغادي نديروا بعض اللي مودي فكاسيون غادي نحيدو هاد الباريابل ماتلي ناش محتاجينو غادي نحيد بالطبع احت هادا اور هادا غادي نحيد حت هادا اتناذو هما المعلومات لي مابريتش وشنو غادي ندير غادي نقلب هاد المود هادا عوض رايتين غادي ندير سوف نضع هذه الكنديسيون حتى إذا لم يقرأ الفائل بلما يمشي يقرأ يعطينا هذه الأغرار ويطفعي لي البروغرام في حالة إلقائنا الفائل موجود أشنو بغيتويدير بغيناه كتعرفوا أننا ممكن أن نأخذ المعلومات من عند اليتيريزاتور في الكونسول نفس الشيء ممكن أن نأخذ المعلومات من عند اليتيريزاتور من واحد الفيشي كلكم عارفين أنه باش نأخذ المعلومات من عند اليتيريزاتور نضع الـ Input نضع ScanF بينما نضع الـ F سوف نضع الـ F ونضع ونضع أشنو عندي هنا في المعلومات قال لي يا رفل الول خصوية أخت اسمية ديال الفيشي سوف نضع نضع FilePointer من بعد سوف نضع أشنو مثلا هنا سوف نضع لغيمه الثاني اللي كيكون عبارة على الـ Format تيال ScanF حينتش من واحد الناحية فترضوا معايا هنا باش نعود نفسر لكم أحسن ونظن أن هذه الطريقة ستكون سهل فترضوا معايا هنا سوف نضع سوف نسميه charBuff اللي هو جاي من بافر بالنسبة للبافر كان ناخده فيه غير معلومات اللي كان عاودون نهزهم باش نافيشعهم في البروغام ديانا كي تسمى البافر كتستعمله غير كي نقل لك التكست إذن غادي نضع البافر وغادي يكون فيه مثلا المتين و خمسة و خمسة و خمسة و خحنا ما نحتاجوش إلا اللحظة غادي تلقوا أن هنا عندي ثلاثة ثلاثة جوج عندي ثمانية ديال لكاراكتر ما نحتاجوش أنه يندير ميتين و خمسة و خمسة و خمسة ولكن غا نخليه احتياط باش ممكن أنكم تبقوا خدامي بحل ما هكذا في أي بروغام من بعد مثلا ديكلاريتو على شكل فونكسيون ارو كيف قلنا كنديرو واحد البافر من بعد كننزل تحت من هذا السطر هذا وشنو غادي ندير غادي ندير واحد الحاجة ننتو ما كلكم كتعرفوها فتردوا معي لو أن هذا بغيت ناخد معلومات ما عند لتي لزاربتور بسكان F شنو غادي ندير غادي ندير بورسنتاج S حينتاش غادي نخليها معلومات على شكل غادي ناخد معلومات على شكل تاكست و فين غادي نستوكيون غادي نستوكيون في ذاك البافر مزيان حتى هناك كل شي كنعرفوه شنو الفرق حينتاش أنا بغيت نهز معلومات من عند تاكست من عند الفيشية تاكست عاد نحطهم في هذا البافر كندير نزيد F هنا باش نقول لي يا را غادي نهز المعلومات ماشي من الكونسول ماشي الانبوت دياللي تي لزاربتور في الكونسول وإنما من واحد الفايل كيقول لي هنا يا وعطيني اسمي تذاك الفايل كنقول لي FB فايل بوينتر ما تبقى راه بين لكم دابا عاوض ما نشرحه بالطريقة الخورة بانتليه أن هالطريقة تكون حسن حينت هذا الشي كتعرفوه ذاك الشي اللي كتدير في سكان F عاود نفسه وانتا كتتكلم على أساس أن المعلومات اللي بغيتي اللي غيدخلك لتيلزاتر غيدخلهم من البروغرام من الكونسول ذاك الفايلات دخلك حلا عاوض هاداك الشي وغيدخلهم من الكونسول وغا تستوكيوه منتا في باف عاوض ذاك الشي ما كتخليش أنه ياخد المعلومات من عند اليتيلزاتر اللي غادي يطاب إليه وإنما كتقول لي غادي تاخدهم من الفيشي ما تبقى كيكون عادي هزهم من الفيشي حطهم في البافر وغادي تاخدهم على أساس أنهم تكست هتتعامل معهم على أساس أنهم سترينج دا وقال لنا لا في شارج لا في شارج سهل بحل لا في شارج القديم اللي كنا كنديروه في غالي بروغرام بيونا غادي ندير غير بحال ما كده نقول لي بقصونتاج اس وغادي توريني البافر صفع تشيكين غادي ننغو جي ستخي نحيي ذات شوية ليس باس عندي عقدة ما ليس باس نكي بقى هنديرو نغو جي ستخي وغادي نعاود نيكزي كتين غدو البال أنكم ما تنسوش تغيروا هاد الأغنية هندير بحال ما كده دا كيف كتلاحظوا معايا الرقم اللي عندي في الفيشي تاكست ديجا باش نوريه لكم هو اللي عندنا هنا يا نفس الرقم دابا غادي نعطيكم واحد حاجة أخرى اللي غادي تكون مهمة لبعا للناس هنا يا قرأ لي يا ذاك الشي اللي كان في الفيشي مشا ذاك الشي مزيان ولكن ارضوا البال شوف حالتي لكان عندي سطر أخر مثلا نكاسب هنا يا خاليد بحال معا كده تكون وغادي نعاود ندير اكزي كتين ما ديش تلقاو اسمية ماشي حتى هدا هو المشكل كين مشكل آخر اللي هو الشي اللي كتبت لي ماشي المشكلة أنني عندي جوجة سطورة حتي لكتبت لي شي حاجة مورا ليس باس تانا نكتب لي نشنو كتب لي نزيدو أرقام خريط تاناش في الأخير هتلاحظوا أنه غادي يبقى نفس الرقم ما غادي شي تغير الرقم بمعنى ما شاش هذيك تناش ليست باي اللي كم داب المشكل وعرفتوا شنو شنو اللي اللي كنتيحو فيه بسبب بسكايف إذن أين المفر أول حاجة كتبلينا الحل اللي ممكن نديرو غادي نموريكم هالحاجة غادي تلاحظوا أن أول حاجة غادي ممكن أنها تنفعنا هي كينش حاجة كتسمى EOF ولا EOF كين ال EOF كين ال EOF و كين FILE EOF كين EOF أشنو نديرو بعد الشي هذا؟ غادي نقول ل البروغرام هفتي شنو هتدير؟ امتدى بك تقرأ نغير أول حاجة تقرأ نغير حتى هنا وكتوقف أستاذ احنا بغيناك تقرأ حتى تلقى الأخر ديال هاد الفيشي البروغرام ديالنا بسكان F إلا بان لي الاسباس كي حبس إلا بانت لي حين هاد غوتو غالالينر هو كيشوفها إلا بانت لي كي حبس إلا بانت لي زاني اسباسا نحبس اسباسا نحبس إحنا بغينا نقول لي حتى تبقى لك أندو فايل فاشكي سالي التكست كله بمعنى ميكا تسيلكسيوني وكيوقف الكرسور تما أندو فايل سال الفيشي هادك شي اللي بغينا يقلب عليه عالوك شنو غادي نقول لي هيدير غادي نقول لي غادي تبقى تقرأ لنا في هذا الفيشي ما تقولش أنك ساليتي هتبقى تقرأ في هذا الفيشي حتى توصل أندو فايل إذا ما حدك ما وصلتيش هادية الاسمية والبواند اكسكلاماسيون ما حدك ما وصلتيش الاندو فايل فايل ما حدك ما لقيتش اللخر ديال هاد الفيشي هادا خلصني أعطيه شكونا هو هاد الفيشي اللي كانت كلماني اللي هو ما حدك ما وصلتيش اللخر ديال الفايل غادي تبقى ندير هكذا غادي نربط هادي غادي تبقى تدير لنا هاد شي غادي تدير اف تقرأ وتكمل اف تقرأ وتكمل او كيفاش غادي يكمل او احنا ايكا نديره غير نفس الاسمية وايل نو مرمون خصية تكون فيها اشي حاجة اللي مثلا كتموضي فيها باش ما يعطينيش التست اللولاني هو التست تاني فايل اندو فايل كتتكلف هي بدأ كلكي يغسرها المرة اللولا كتسافت لكي يغسرها هنا تسافتو هنا تسافتو هنا المهم كتبقى تقلب حتى تلقى هاد الاخر مزيان اذا ما عندك مناش تخاف خلي غير نفس الكود ديالك ودير هاد تست هذا هاد تست اللي خصيك تعقل عليه ما حدنا ما وصلناش هادي كتعطي ديما هادي كتعني الوصلنا الاخر ديال فيشي هادي كتقول لي الى ما وصلناش الاخر ديال فيشي بقى تقرأ ليه في المعلومات اللي كايني مزيان ومن بعد غادي نديرو دابا كنقرأ المعلومات والدكش اللي كنقرأ كان افيشيه تاني كنعاود نكمل القراية وكان افيشيه وهكذا هنعاود نديرو لا فيشاج نشوفو شنو غاية يعطينا لاحظو انه هاد المرة اعطانا دكش اللي بغينا غير مكينش الاسباس عالو شنو هادي خصنا نديرو تاني خصنا نقول لي اشتيفاش تقرأ دوك المعلومات كل مرة زيدني اسباس نزيان وغادي نعاود نديروها كده ديما غادي نلقاو انه كين مشكل ديما غادي نلقاو انه كين مشكل دكش علاش ان شاء الله في فيديوهات اللي جايين غادي نشوفو الحل ديال هاد ديال هاد العجباد نتمنى انكم تكونوا فهمتو كيفاش نقراوه من الفيشي من الفيشي نقدر انه نخليو هاد بوت وغيت حتى ندخلو اللي مود الخرين غادي ندوزو افاند حتى هي عادية غير بهاد الشي اللي قرين حتى الدابة الى ما كناش مضطرنا ان نديرو اف بوت و اف جيت من بعد وغادي نشوفو ان شاء الله بالنسبة للسميز ولي فونكسيون اللي تكلمنا عليهم مع الامود الاخرين اللي هما A+, W+, و R+. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا واحد شوية الدرس هذا حتى هو إذا كانتكم شي مشكلة خليوا في كومنتر التحت قطر اجيب الفيديو مع اصحابكم شكرا ان تتبعوا ديالكم شوفكم الفيديو اللي جاي ان شاء الله